ظلامة أهل البيت أننا شيعة هذه ظلامة أهل البيت والله هذه ظلامة ظلامة أهل البيت ليست أن فلاناً وفلاناً غصب الخلافة وليست أن الأمويين سفكوا دماءه هذه ظلامات ظلامات لكن الظلامة الأقصى إننا شيعة هذه الظلامة الحقيقية إننا شيعة ومع ذلك يقولون لنا شيعتنا منا ونحن منه ومع ذلك يقولون لنا ويقسمون والله لا يدخل النار منكم رجل واحد يقسمون إنهم يخاطبون شيعتهم أن نحن من شيعتهم أم من شيعة الطوسي هذا أمر آخر يتحدثون مع شيعتهم والله لا يدخل النار منكم رجل واحد هكذا يخبروننا يقولون في يوم القيامة إننا نمشي إلى الله هذه التعابير تقريبية نمشي إلى الله نذهب إلى الله كي نتشفع فيكم ما كان فيما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيكم إلى الله فيشفعنا فيكم فما بينكم وبين الله سنخلصكم منه وما بينكم وبين الناس سنعطيهم حتى يعفوا عنكم حتى يقبلوا سنعطيهم حتى الرضا للحد الذي يرضون عنكم فحينما يسأل السائل والذي بيننا وبينكم يا ابن رسول الله الإمام هكذا يقول ما أنصفناكم إذا حاسبناكم عن الذي بيننا وبينكم ما أنصفناكم أنتم شيعتنا وتحملتم ما تحملتم في سبيلنا ما أنصفناكم ما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيه فيشفعنا الله شفاعتنا مقبولة وما بينكم وبين الناس إننا سنعطي الناس إلى حد الرضا حتى يرضوا عنكم أما ما كان فيما بيننا وبينكم لن نطالبكم به الإمام يقول ما أنصفناكم إذا طالبناكم به أنتم شيعتنا هؤلاء هم أئمتنا أما نحن فماذا أقول المقدمة الأولى ما بين الدين والمذهب تذكروا أن عنواننا المذهب الطوسي المقدمة الأولى ما بين الدين والمذهب في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هو هذا وانتهينا لا توجد مذاهب المذاهب من صناعة الناس صناعة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هي هذه ولا يوجد شيء آخر المذاهب من صناعة الناس الناس أحرار أحرار لا شأن لنا بهم وبما يصنعون بأنفسهم وبما يصنعون من دين لهم لهم دينهم ولنا ديننا نحن أحرار بديننا أيضا هذه قاعدة واضحة في الكتاب الكريم إن الدين عند الله الإسلام وانتهينا إلى آخر الآية الكريمة موطن الحاجة هنا في السورة نفسها في سورة آل عمران في الآية الخامسة والثمانين بعد البسملة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هو الذي يريده محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة جاء فيها اليوم أي يوم هذا يا أيها الشيعة إنه يوم الغدير هذه عقيدتنا الآخرون لا شأن لنا بهم على الأقل أنا وأنتم نعرف أن الآية هذه نزلت بعد بيعة الغدير في اليوم نفسه ولكن بعد تمام البيعة اليوم اليوم إنه يوم عليا اليوم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وليس من مذهبكم اذهبوا بمذهبكم إلى الجحيم علي ليس عنده من مذهب اصطلاحي علي عنده دين فقط اسمه الإسلام أما المذاهب فهذه لعبة من ألاعيب الشيطان اليوم يوم علي هذا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يوم علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام الذي تحدثت عنه الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هو هذا هو هذا في مرحلة التنزيل لم يكن لم يكن قد بلغ الإسلام حد الرضا إلى أن وصلنا إلى مرحلة التأويل حينما بايعنا بيعة الغدير فمرحلة التأويل بدأت مع الغدير وانطوت مرحلة التنزيل ونسخت التأويل نسخ التنزيل بدأت مرحلة التأويل ورضيت لكم الإسلام دين إن الدين عند الله الإسلام هو هذا هذا ختم قبوله هذا التوقيع الإلهي لصحة صدوره ولتصديقه بكل وسائل التصديق والإثبات إنه علي 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 مجمع براهين التصديق والإثبات والثبوت وقولوا ما شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا دين وليس مذهب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو ما صنعه الله وهذا هو ما صنعه محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد هو هذا الدين أما المذاهب فهي طرق شيطانية معوجة لا علاقة لها بالصراط المستقيم لو كانت تطابق الصراط المستقيم لماذا قيل لها مذاهب ولماذا كل مذهب له أئمته ولماذا كل مذهب له خصائصه لماذا الدين واحد هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله وهو دين بيعة الغدير ولا يوجد شيء آخر يضحكون على أنفسهم إذا قالوا بوجود شيء آخر لأن القرآن يرفض كل هذه التفاهات وأن هذا صراطي مستقيما صراط واحد دين واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هناك سبيل واحد عدوا إلى تفاسيرهم إلى تأويلهم صلوات الله عليهم هذا السبيل علي وآل علي ولا يوجد شيء آخر اللي عجب يعجب والمي عجب يطق راس بالحيط هذه هي الحقيقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ما هو هذا الذي نردده يوميا يوميا نردده في صلواتنا اهدنا الصراط المستقي هو هذا الصراط المستقيم في ثقافة العترة الطاهرة في القرآن وفي الأدعية والزيارات والروايات عنوان خاص حقيقي بأمير المؤمنين انطباقه على سائر الأئمة بالتفرق أولهم محمدون وأوسطهم محمدون وآخرهم محمدون كلهم محمدون أولهم عليون وأوسطهم وأوسطهم عليون وآخرهم عليون كلهم عليون أولهم فاطمة وأوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة كلهم فاطمة محمد هو الذي يقول إنها روح التي بين جنبي فلا يتحقق هذا المعنى أولهم فاطمة وأوسطهم فاطمة وآخرهم فاطمة كلهم فاطمة صلوات الله عليها وعليهم أجمعين الصراط المستقيم علي علي الصراط المستقيم علي عودوا إلى زياراته لا أجد وقتا كي أستخرج لكم زيارات أمير المؤمنين كي أقرأ لكم من أدعية يوم الغدير كي أقرأ عليكم من دعاء الندبة الشريف لا أجد وقتا لذلك عودوا إلى هذه المواطن ستجدون أن هذا العنوان أتحدث عن الصراط المستقيم ستجدونه يطلق إطلاقا حقيقيا خاصا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو ديننا ديننا الإسلام الإسلام ولاية علي هذا هو الإسلام الإسلام هو التسليم لمن لعلي وعال علي حقائق القرآن كلها تتحدث عن هذا وحقائق القرآن نحن لا نأخذها إلا من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير والقرآن يصدق هذه الحقيقة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم وهم هم هم الراسخون في العلم ولا يوجد غيرهم هم 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 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مجمع الحقيقة مجمع الحقيقة الكاملة في الآية السامعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة كل الذي قلته وأكثر منه وأضعافه المضاعفة في حاشية مضمون هذه الآية هذه الآية الأم هذه الآية الحاكمة على القرآن كله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بتوحيدها ونبوتها ورسالتها بكل تفاصيلها بقرآنها بكل ما جاء في قرآنها بكل الدين في ظاهره وباطنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الأمر علوي الدين علوي الشأن علوي الآية علوية بظاهرها وباطنها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا الكفر هو ألعن أنواع الكفر هذا الكفر الذي يكون في مواجهة الإسلام الذي ارتضاه الله في يوم الغدير هذا هو الإسلام وهذا هو الدين فخبروني أين هي المذاهب أين هي المذاهب هذا هو الدين الواضح الصريح البين بيعة الغدير صريحة في غدير علي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذوا من خذله المذاهب أين محلها من الإعراب الذي لا يوالي عليا فهو عدو لله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الذي لا يوالي عليا هو عدو لله والذي لا ينصر عليا فهو خاذل للحق ومخذول ولا بصيرة له وانصر من نصر واخذل من خذله الذي يخذله الله هل عنده من أمل للنجاة فما هو محل إعراب المذاهب هنا هم أحرار فيما يصنعون من مذاهبهم لكن القرآن واضح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين من هم الكافرون الذين لا يوالون عليا الذين يعادون عليا الذين لا ينصرون عليا الذين يخذلون عليا اللهم والي من والا وعادي من عادا وانصر من نصر واخذل من خذله ولا يوجد شيء آخر هذا في غدير علي صلوات وسلام على أفنية علي الطاهرة المطهرة والمعنى هو هو في غدير القائم صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف نناجي إمام زماننا الحجة بن الحسن أين معز الأولياء ومذل الأعداء الكلام هو هو الذي كان في غدير أمير الأمراء في غدير علي أين معز الأولياء يهب بقية الله أين معز الأولياء ومذل الأعداء ثم يبين دعاء الندبة الشريف من هم الأولياء حين يقول أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو دين الإسلام هذا هو دين الإسلام الذين يتوجهون في دينهم في عقائدهم في عباداتهم في كل أمورهم يتوجهون إلى الحجة بن الحسن هذا هو هو الإسلام ولا يوجد شيء آخر على الأقل في عقيدة وعقيدة الذين يتفقون معه ما هي هذه نصوص ديننا من هنا نأخذ ديننا أين معز الأولياء ومذل الأعداء هناك أولياء وأعداء من هم الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إن الدين عند الله الإسلام هو هذا الإسلام إسلام الغدير إسلام الغديرين غدير علي وغدير القائم صلوات الله عليهما هذا هو إسلامنا فأين المذاهب في أي جهة من هذه الجهات سنعلقها سنضعها الصورة واضحة جلية جدا حديث الفرق حديث معروف إنما أقرأه لمناسبته للموضوع أقرأ عليكم من الخصال للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الحادية والأربعين بعد الستمئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه الطاهرين عن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم سيد الشهداء هو الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أمة موسى افترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة فرقة منها ناجية وسبعون في النار وافترقت أمة عيسى بعده على اثنتين وسبعين فرقة فرقة منها ناجية وإحدى وسبعون في النار وإن أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة منها ناجية واثنتان وسبعون في النار هذه الفرقة الناجية هي هي غير المجموعة التي تحدثت آيات الكتاب عنها أم هي هي إذا اختلفت في الدين إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة مجموعة ونيف ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل في الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى قل إذا اختلفت إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل أف الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى قل لي فإن قلت هلاك كفرت كفرت بآية التطهير التي هي آيتهم في قرآنهم وكفرت بآية المباهلة التي هي في قرآنهم وكفرت 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 فإن قلت وكفرت وإن تقل نجات فحالفهم وخالف ذو الجهل لأن كان مولى القوم منهم فإنني فإنني رضيت بهم في الدين بالقول والفعل فخل علي فخلي علي لإماما وولده فخلي علي لإماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحلي انطيني ربعي انطيني ربعي وخذهم كلهم أخذ البقية كلها بخوطهم شلع قلع من العرج أخذهم حلال زلال عليك من نعلى على أبو خيرهم إذا بهم خير أخذهم كل فخلي علي لإماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحلي نذهب إلى فاصل رواية جميلة جدا وكل الروايات من رواياتهم جميلة رائعة لكنني أتحدث بنفس المنطق الذي جاء به دعاء البهاء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة وهذا من كتب أئمتنا الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن التاسع الهجري هذا الكتاب في الأصل ليس له هذا مختصر من كتاب بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري القموي على أي حال لست بصدد الحديث عن تأريخ الكتاب في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئتين إنه الحديث التاسع والعشرون بسنده عن الفضيل ابن يساء قال دخلت على أبي عبد الله على الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنا ومحمد ابن مسلم الفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم فقلنا ما لنا وللناس الناس يصنعون مذاهبهم فليذهبوا بها إلى الجعيم ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم نأخذ هذا هو ديننا ولا توجد مذاهب لا توجد مذاهب هذا هو الدين الذي تحدث القرآن عن وقرأت الآيات عليكم قبل قليل فقلنا ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عن كففنا عن قلوبنا بأيديكم توالي من توالوا وتتبرأ من الذين تتبرأون منهم وهذه القلوب هي هي تكف عن الذين تكفون عنهم ليس هناك من ولاية أو براء هذا هو دين نا ولا وجود للمذاهب هنا نفي المذاهب من أول الكلام ما لنا وللنا ما لنا وللنا ما لنا وللنا بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه فرفع الصادق إمامنا جعفر فرفع الصادق صلوات الله عليه يده إلى السماء فقال والله هذا هو الحق المبين فأين محل إعراب المذاهب هنا هذا هو الحق المبين تعلموا واضحة صريحة ما لنا وللنا بكم والله نأتم يا بقية الله ما لنا وللنا بكم والله نأتم يا بقية الله وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن توليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه الصادق يقول بعد أن رفع يده إلى السماء والله هذا هو الحق المبين وهذا هو منطق القول البليغ الكامل أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقرأ فيها هي صريحة وواضحة جدا فالراغب عنكم مارق فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق المذاهب التي من حولنا وعبر التأريخ منذ بيعة الغدير منذ بيعة الغدير وإلى يومنا هذا كل المذاهب إما هي راغبة عنهم وإما هي مقصرة في حقهم فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه فإن الحق يدور معكم حيث ما كنتم علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار الحق هو الذي يدور مع علي لأن علي هو جوهر الحق هو أصل الحق مظاهر الحق في الوجود تدور حول علي لأن علي هو جوهر الحق لأن علي هو منبع الحق لأن علي هو الحق ولا شيء وراء ذلك فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه إلى أن تقول الزيارة الشريفة في قائمة عنوين البراءة إنني أبرأ وأبرأ ومن كل وليجة دونكم هذه هي المذاب ومن كل وليجة دونكم هذه هي المذاهب وهذه هي الرئاسات وهؤلاء هم أصحاب النظريات وهؤلاء هم الذين في كل يوم يخرج علينا منهم أحد يأتي يأتينا بجديد من الضلال بعيدا عن المصدرين الحقيقيين عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه إنني أبرأ من كل العناوين ومن كل وليجة دونكم من كل العناوين التي ذكرت في قائمة البراءة في زيارة الجامعة الكبيرة لا أجد مجالا لقراءتها ومن كل وليجة دونكم هذه العبارة تختصر كل الكلام فمعكم معكم لا مع غيركم فأين تكون المذاهب هنا ما هو محل إعرابها هنا إنها صناعة الإنسان وأنا لا أتحدث هنا عن صناعة الإنسان عن صناعة البشر أنا أتحدث عن صناعة الله وعن صناعة آل الله هؤلاء هم وهذا هو دينهم والخلاصة هنا فمعكم معكم لا مع غيركم هذا المنطق هو المنطق الحاكم على كل آيات القرآن وهو المنطق المتشيد في كل أحاديث العترة الطاهرة في خطبهم الطويلة والقصيرة في منظومة أدعيتهم الهائلة العظيمة فيما هندسوا من العقائد الواضحة في زياراتهم الشريفة في كل رواياتهم إن كانوا يبتدئون بالكلام أو كانوا يجيبون على أسئلة السائلين المعنى الواضح والجلي هو هذا من أن الدين أن نكون معهم معهم لا مع غيرهم المعادلة واضحة المعادلة واضحة فمعكم معكم لا مع غيركم يساوي دينا واحدا ولا يوجد شيء آخر الرقم صحيح من دون كسور الرقم صحيح من دون كسور هذه المذاهب كسور كسور شيطانية لا ندري من أين جاءوا بها هناك رقم صحيح واحد هو دين علي وانتهينا وانتهينا اللهم والي من والاه وعهدي من عادا رقم واحد الكسور توضع جانبا وعادي من عادا وانصر من نصر الولاية لجهة لجهة واحدة هذه الجهة عنوانها علي علي الرقم صحيح كامل من دون كسور فمعكم معكم لا مع غيركم الكسور تأتي من غيركم أما أنتم أنتم رقم صحيح لا يقاوم رقم صحيح لا يستطيع العابثون أن يعبثوا به أنتم 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 رقم واحد دين واحد حقيقة واحدة ونور واحد هذا هو الذي نقرأه في القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي من جملة المعاني التي تشير إليها هذه العبارة سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدق كم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة واحدة ودينكم واحد وأنتم رقم واحد ليس فيه من كسور الكسور عند غيركم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض صلوات الله وسلامه على أولهم وآخرهم وعلى شاهدهم وغائبهم وعلى ظاهرهم وباطنهم وعلى سرهم وعلى نيتهم المضامين واضحة وواضحة وصريحة جدا هذا هو ديننا عندكم شك في هذا أنا أتحدث مع الذين يحملون العقيدة المهدوية خالصة في قلوبهم الذين يعيشون هم الانتظار لإمامهم أنني أتحدث مع الذين يطلقون على أنفسهم أنهم الزهرائيون وخاطب هؤلاء هل عندكم شك في ذلك هذا هو ديننا دين واحد ولا وجود للمذاهب إذن من أين جاءتنا حوزة النجفي وكربلاء في عقائده وفي فتاواه في علم كلامه في كتب تفسيره من أين جاءونا بما يسمى بضروري الدين وضروري المذهب من أين جاءونا بهذا الهراء لأنهم ليسوا على هذا الدين هم على مذهب كبقية المذاهب ما هو هذا منطق بقية المذاهب المذهب الحنفي الشافعي المالكي وسائر المذاهب الأخرى المذاهب التي انقرضت وهي كثيرة جدا والمذاهب الأخرى التي بقيت هي الأخرى كثيرة جدا قد يكون أتباعها أقل عددا من المذاهب المشهورة المعروفة هذه المذاهب كلها كلها تتفق على أنها تعود إلى دين واحد وتجعل لهذا الدين أمورا يقولون عنها من أنها ضروريات الدين إذا ما خرقها الإنسان خرج من الدين ولكل مذهب من هذه المذاهب التي لا تخرق ضروريات الدين لكل مذهب خصوصيته التي يعبر عنها بضروري المذهب بحيث إذا ما خرقه فإنه يخرج من المذهب فإما أن يكون بلا مذهب وإما أن ينتقل إلى مذهب آخر وفي المذهب الآخر أيضا هناك ضروري لذلك المذهب فهذا المنطق الضال الذي جاءتنا به حوزة الطوسي دليل واضح على أنهم على مذهب كبقية المذاهب وإلا فإن الدين واضح صريح الدين لا يوجد فيه مذاهب الدين هو دين واحد نتيجته الرقمية رقم صحيح واضح هذا الدين لا يقبل الكسور الكسور جاءتنا من الجحور من جحور الضلال لا تكشف مغطئا لا تكشف عن تلك الجحور لا تكشف مغطئا فلربما كشفت جيف وأنا أريد أن أكشف عن هذه الجيف التي عنوانها المذهب الطوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر